مرحبا بكم اليوم من اسكول في راديو بليسي اين بتبعى قبل من الابداية وما تنسيوش تعملوا لايك الفيديو وتشتركوا بالقناة تنسيوش تصلكم اخبار تونس لحظة بلحظة على حسب تصريح رئيس وأمين عام حراك 25 جوليا بالبرلمان الجديد ثامر ابديد على صفحته الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي بانه تمت احالة القيادية بحركة النهضة يمين الزغلامي على التحقيق من اجل تهريب عون السجون المعزول لعبد المأمون جليلي من مطار تونس قرتاج ونزل تدوينه وقال فيها الى ام جورجور يمين الزغلامي حذر ساكك يوم 23 مارس القادم لسجن منوبة في قضية تهريب عون السجون الارهابي المعزول عبد المأمون جليلي من مطار قرتاج وهو موقوف في قضية التخابر والتواصل مع ارهابيين في السجن ازديسات وهو من انصار الشريعة ويذكر بان القيادية بحركة النهضة يمين الزغلامي قامت بالاحتجاج واثارة الفوضى في مطار تونس قرتاج بتاريخ 25-10-2018 وذلك من قيام اعوان المطار بمنع عبد المأمون جليلي من الصفر تمسك الاعوان بقرار منعه قامت الزغلامي باجراء مكلمة هاتفية قالت انها مع رئيس الحكومة يوسف الشاهد ووزير الداخلية هشام الفوراتي لتدخل لفائدة عبد المأمون الجليلي الذي يبدو انه منع من الصفر الاستيناد الى ما يعرف باجراء ازديسات شانا نقولنا متولتش عليكم الكلمة الاخرى عندكم انتوما لو كانت حابوا اتعلقوا فيه من خص الموضوع ذي وهكا نكون وصلنا الى نهاية الموضوع ترجمة نانسي قنقر